كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مطاعا حسنا إلى أجل مصصما ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبروثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها من إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن الذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلق تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء أبعه ملك إنما أنت نظير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بشي سبر مثله مفترياته وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا ما وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بجنة من ربه ويطلوه شاهد منه ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون